السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكوا يا جماعة النهاردة في حلقة جديدة من برنامج جيل يشرف النهاردة موضوع الحلقة مختلف شوية معنا شباب وأبطال أنا بسميهم أبطال حقيقيين بجد إحنا النهاردة هنتكلم في مجال الرياضة هنشوف أبطال حقيقية غيرت حياتهم منين وراحوا فين وغيروها إزاي وبدأوا إزاي مين سعيدهم على التغيير دوت هنسمعهم ونعرف تفاصيل التجربة بتاعتهم بإذن الله في الحلقة معنا طبعا زي كل مرة أي حد في إيدي حاجة بقى يسيبها ويركز معنا في الحلقة عشان النهاردة إحنا مستضيفين الأطفال دور عايزين نسندهم وندعمهم بشكل كويس إحنا النهاردة معنا محمود رجب محمود رجب من سهاج من آخر الدنيا هو معنا بطل حقيقة هو معنا مصطفى من سهاج برضو صح كده معنا محمود حامد بشرف لأنكم وحضراتكم جد بنا يا كريمة ربما الأليوبية بزبط إحنا طبعا النهاردة زي بكل حلقة برضو يعني إحنا بنجيب موهوبين بتجيب ناس قدرت فعلا أنها تغير حياتها فهنسمع كده قصة محمود كي نبدأ بمحمود يعني نسمع من محمود إحنا يعني بتدرب ايه أو بتعمل ايه برضو عشان نعرف المشاهدين أنا مدرب كمال أجسام ومدرب جنباز وبركور مختلف بكزا مجال كم سنة بقى؟ أنا عشرين سنة طب كويس جدا عشرين سنة بقى إنا مدربين أو مدرب مش لعب أخدوا بالكم الإيم المسمى كويس جدا مدرب باركور مدرب باركور وجنباز وبرضو بلعب بستريت ويركاوت تمام بلعب بستريت ويركاوت كويس جامل يعني نختلط بكزا مجال وحابب الرياضة جدا يعني وبتدرب فين بقى؟ انت بتدرب في سهاج هناك؟ بتدرب في سهاج في قريتنا يعني تمام ومصطفى انت لعب بقى مع كابتن محمود بتدرب مع كابتن محمود عيونباز وبركور تمام محمود تفضل محضرتك قلينا كده انت بدأت يعني مين شجعك في البيت أكتر على الخطة؟ يا أول أول يعني بوش كانت جاية من خالي كان هو يعني كنت أنا شايفه على طول هو ده يعني حلمي بقى زيه هو كان مدرب سكواش في طلع الجيش فكان كنت بشوفه على طول كنت بروح للتراك كان بيجري كان كده كنت كنت حلمي على طول أنا أغير من شكلي ومن وزني فجات فترة اللي أنا يعني وزني زيه بجامد فأنا الصراحة ما كنتش حابب ده طب قول لينا بقى بدأت إزاي غيرت حياتك إزاي وبشكل كمي حاولت بقى اللي أنا طبعا أنا رفض فكرة السمنة ورفض كل ده فبتليت بقى التجهد الرياضيات انت وزنك كان زيادة الأول او كان يعني سبعين كيلو كنت يعني اعتبر بتهيأ لي يعني كنت تلاتاشر أربعتاشر سنة كل أه او مثلا فكان الوزن كان كبير جدا او كنت شايفه يعني رهيب وهمكش حاب السمنة دي فاتجهت بقى للرياضة طبعا الجيم طبعا هو ده أول مكان الناس بتفكر فيه ان هي تروح لشان تخص فيه فأنا لعبت الأول فتنس مشان أنزل الدهون دي وعمل موصل خفيفة بعد كده بقى اتجهت لان أنا أروح لرياضة كميل الأجسام وكان ليش يعرف يعني انه أنا أكون في الجيم اللي بتضرب فيه الأسطورة يعني محمد مبابي حصل على مستر أولمبيا فيعني ده مسألة الأعلى انت حظك حلو جدا يعني دايما انت ما عندك خالك مدارب سكواش لقبت في الجيم اللي العرب والله يعني انت حسنا من عند ربنا اه فعلا يعني ده تدير ربنا سعى تعالى معي فعلا وبس فيعني دي كده الملخص بصر لطيفة في بدايتك يعني او دي في البداية بالزبط طب نسمع كده يا محمود انت بدايتك عملت ايه او بدأت ازاي انا بدايتي يعني كنت شخص اه بمعنى صح ان انا كنت فاشل يعني اه تمام لا 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 انا كنت كنت اه كنت يعني اه انت حسن انت كنت شاب من الشاب الضعين او من الشاب اللي هو كنت ماشي مع ناس وحشة تمام يعني عملنا حاجات معينة غلط اه حاجات غلط تمام الحمد لله ربنا حط واحدة سبب تمام غيرت حياتي بنت حبتها اه بنت اه حبتها غيرت حياتي يعني بس فبدأت يعني من انا وعندي 15 سنة كنت بط مرة يعني اخدت سنة كده انا وعندي 14 من انا وعندي سنة 14 سنة كنت السنة دي كنت ماشي فيها غلط بجا وكده فبعد كده روحت انا وعندي 15 سنة اتجهت الموضوع الرياضة تمام وخلتنا صلي ويعني عملت معايا حاجات كتير حلوة كويس جدا هيا كانتدافع للتنجر اه كانتدافع عايش عشنا بنبرا vegلل الحث دي سكن noget المشاهدين يكونين مركزين معنا انحن بنتغيرش عشان خطر حد احنا نتغير على خطر نفس لكن هو المقصود من كلامه انها كانتدافع لتغيره لكن مش هي اللي غيرته او هو ما تغيرش عشانها لأ احنا بنتغيرش عشان خطر حد اي انسان في الدنيا بتغير بيتغير Beneجل نفسه فقط لغير انحنano نتغيرش عشانخطر اي حد ما انكلميه لحد ده انتغير عشان خطر نفسنا فقط هو ده التغير الوحيد 1998 هيبقى ثابت ودائم طول فترة حياتنا لكن هي كانت سبب او دافع لتغييره صح كده؟ وبعد كده بقى انت بتقول انت مدرب او دربت او كده انت خدت بطولات او خدت خدت بطول الجمهورية بصراعي برده طب في فيديو كده لكابتن محمود رجب هو بيشوف بيستلم الشهادة بتاعته المدليا ياريت نعرضه كده نشوفه اكلمنا بقى كده انت عن لحظة البطولة دي وانت بتاخد المدليا بتاعتك أنا يعني نفسي ان انا هين كده اثناء التكريم بطاعت Philippines اه اثناء التكريم اثناء التكريم بطاعت بقى كان اياميها بجاء في 2019 البطولة دي السنة اللي فاتت كان نفسي اخد بطول الجمهورية ان انا اعمل حياتا كويسة انا بدعملها juice 8 سنين ولا حيات pas كان نفسي اعمل حياتا كويسة اخد بطول الجمهورية فشاركت في البطولة دي والحمد لله خدت مركز تالت رغم أني كنت برضو صغير وفي البطولة كان معي أناس كبيرة يعني في المجال والحمد لله خدت مركز تالت نشوف السور بتاعت كارتي محمول برضو هو بيتضرب كده طيب أنت بتضرب بقى الأشبال الصغرين مصطفى والناس الجميلة دي في نادي ولا في مركز خالص في جيم الجيم بتاعنا جيم خاص بيكينت ده هنا أثناء تدريبك أثناء تدريبك هنا أثناء التمرين بتاعك التمرين بتاعك طب في فيديو كده وهو بيدرب الولاد الصغيرين لو نعرضه بس نشوفه أنت في الفيديو مصطفى بقى أنت بتتدرب ولا مش أنت مش موجود معنا موجود معنا بيتدرب جنباز بقى أنت بتدرب جنباز وبتدرب باركور وبتدرب فتنس بشكل عام بشكل عام هنا كده هم بيتدربوا معنا مصطفى بقى أول واحد أول واحد عمل الحركة الحركة دي اسمها إيه بقى بقضايف اسمها إيه مصطفى بقضايف وانت تدربت عليها في قد إيه عشان تدربت عملها تجدها كده بشكل الجميل ده تقريبا ليه 3 شهور 3 شهور بتتدرب على الحركة دي بس أو بشكل عام بداع على يعني بشكل عام بيتدرب باركور معه برضو وبالعب يعني فنو قتالية فنو قتالية يعني أنا في البداية كنتش عارف كابتن محمود خالص من فترة جريبة كده من تقريبا لأربع شهور أو حيث زي كده تمام بعدين تعرفت عليه يعني وبعد كده يعني حبيت شخصيته وحبيت أني أكون حياة كويسة بس الشيء المميز فيك أصلا التحدي يعني أنا اللي أنا عرفه أن أنت وعندنا إصابة وعنده إصابة وعنده إصابة لا أذكر الموضوع ده وكابتن محمود كان قالي أن أنت عندك إصابة وبرغم كده ما شاء الله أنت بتتدرب ومتميز في التدريب عشان كده واخترك أن أنت تكون معنا في الحلقة كلمني عن إصابتك كده لو يعني تفاصيلها حصلت إزاي إزاي أنت قدرت تتخطرها للمشكلة لا هي حاجة طبيعية يعني أنا مولود بها كده تمام فيهل هو الإصابة؟ هاي إصابة في إيد اليسر يعني دعي بخلقي إحنا أسماء الولادة نفسها آآ بس فأنا يعني بتعمل مع الموقف بعادي مفيش أي حاجة إنت متكيف قابل آآ الحمد لله يعني الحمد لله عنده عظيمة حالوة أن هو يكمل زي ما إحنا قلنا فعلا أن إحنا أهم حاجة في أي تغيير في الدنيا عشان نقدر من إحنا أن نوصله بنقبل الأول فهو لازم بيقبل فإحنا قبلنا وزي ما أنا قلت قبل كده أقبل غيره وافل فهو قبل شكله قبل وضعه قبل الشيء اللي هو فيه رقم اثنين بنعمل إيه؟ بنرضى بالشيء اللي مفيش منه هروب أو مفيش منه بود زي ما بنقوله فهو طبعا دي إصابة خلاص مفيش منها مفر حاجة ربنا نصحتها خلقنا بيها فقدر أن هو يرضى بيها وبالتالي حصلنا يعني عملنا رقم ثلاثة بقى ليه التغيير صح؟ وصلنا كابتن محمود بقى تدربنا معاه بدأنا أن إحنا نكون متميزين بالشكل اللي إحنا شفناه في الفيديو ده وعنده عزيمة أن هو يكمل طب إنت حابب تبقى إيه؟ إنت عايز توصل لإيه؟ يعني إن شاء الله كده أنا حاطط كابتن محمود قدوة ليه إن شاء الله يبقى في مستوى يعني إن شاء الله حلم أكتر يعني أوصل حقيقة أعلى من كده بإذن الله بإذن الله ربعا إن شاء الله طب محمود بقى حامل المميز الجميل طبعا محمود يا جماعة يعني من الناس الجميلة بقى اللي هي دي معرفة شخصية يعني محمود دوت من الناس اللي عندها فعلا إرادة وعزيمة وقدر تتغير من فين لفين ما شاء الله عليه النهاردة هو إنسان عظيم جدا إنسان مميز إنسان يعني كل حد سابه في حياته يتمنى دلوقتي يكون جانبه معاه لأن محمود فعلا بقى إنسان مختلف تماما عن اللي فات فقول لنا تنصح الشباب إيه؟ تنصح إنت المراقين أو الشباب إيه؟ تنصح الشباب إيه بتبعد عن أوقات الفراغ لأن أوقات الفراغ هي كل الأسف هي اللي بيتتجو فيها لحاجات الغلط مثلا مخدرات أو إنسان فاهم طبعا ودمشاهد طبعا مستهد يعني الأشياء المشاهد يفهم أكتر الحاجات اللي مش قويسة المشاهد الإباحية المخدرات blue الكلام ده تبعا الحاجات دي طبعا يعني بيتيجي من أوقات الفراغ وأوقات الفراغ هي اللي بتعمل مشاكل دي هل ما تكلمنا أنت بقيدت عن حاجات دي إزاي؟ انت دلوقتي 17 سنة تمام صح فانت سن مراهقة الموحيطين بيك كلهم زي ما انت ذكرت كده اللي هم المراهقين عمتا مشاهدي بحية رقم واحد في حياتهم للأسف السجار أو ما يعني وخلافه بالزبط الخروب بقى او اللي هو احنا مش عايزين من الحاجة ان احنا نقعد على القهوة او ان احنا نتحرك وبقى اسمه قافيه فاحنا عايزين نقعد على القافيه وعايزين نتنطط ونروح مين وشماله وفى الاخر اكيلينا يا حكومة بقى واخيلينا يا بلد وفى الاخر احنا ضيعين ومش لقين فرصة ولاحيات فاننو انت بقى اختلفت عنده الزين اختلفت علي انا من صغري انا حابب الرياضة يعني انا فى المنطلت بتاعتي 이�ätta انا حابب الرياضة وحابب إلا انا اغاير من نفس عشان خالي هو خالي celery البوش طبعا هو يقدر الAustralian الأوليデوني هو urgeهن الصرح وابقى بالنسبلك هو القضوة فاهم؟ يعني هو القضوة دلوقتي في اللي أنا أستمر وأجيب بطولات وأجيب كل الكلام ده تشجية مستمر بضبط هو التشجية المستمر لحد دلوقتي يعني لحد وقتنا ده هو التشجية المستمر من وانا عندي 7 سنين لحد دلوقتي ربنا خليه يا فرابي بجد الله يكرمك يعني من هو الناس اللي هي فعلاً بتساعدني هو والدتي والدتي يعني عندي حاجة كبيرة جداً من ناحية الجيم بالذات يعني خليها بالعملني الزياد عن اللزومي في حوار الجيم ده طب جماعة احنا بنقدم التحية للوقتي بقى لما أم محمود والخال والإنسان المحترم اللي بيديله الدافع وبيشجعه وطبعاً زي كل حلقة بنصح للأم والأب في كل بيت إن هم يستثمروا زكاء ولادهم يستثمروا ولادهم في كل ما هو خير لأن التربية هي إعداد مواطن صالح للمجتمع مش إن المجتمع هو اللي بيربي ابننا مش المجتمع اللي بيصرف عليه مش المجتمع هو اللي بيعمل لا بالعكس احنا مفوت من ربي بنعد مواطن صالح للمجتمع عشان نسيب أثر وعلامة في المجتمع ده فالمجتمع إحنا أساسه أو إحنا وحدة بناءه لو إحنا مش كويسين ولو إحنا مش ناس نطجة بشكل كافي ولو إحنا موجهناش ولادنا بشكل كويس المجتمع كله أكيد هيكون فيه خلل وهيكون فيه اضطرابات كتير وفي الآخر مش عايزين بقى نيجي نلوم ونقول المجتمع هو اللي فاسد وإحنا في مجتمع بايز هو المجتمع يا جماعة ده إحنا يعني إحنا كل فرض كده هو إحنا لما نتجمع هنبقى بيساوي المجتمع في الآخر فكل واحد فينا أصلح من نفسه وأصلح من ولاده يبقى الدنيا كلها تبقى كويسة لأن كلكم راعون وكلكم مسؤول عن رعياته صح محمود؟ صح طبعا كلامك مثل ما صح طيب محمود إحنا يعني كابتل محمود بقى مدرب الجنباز والجيم وإيه مدرب البركور صح كده وكمال أجسام طيب اللي جاي إيه؟ أو قبل ما نكون منقول اللي جاي كمان خلينا أقول لك اللي فات يعني إحنا كنا زي ما أنت قلت جزء كتير من حياتنا ضايع أو كنا في حتة وحشة ربنا قرمنا وخدنا الجوش والدافع وبدأنا إن إحنا نغير من حياتنا طب الناس شافتك إزاي؟ اللي كانوا معاك بأه قبل ما تتغير بعد ما تغيرت أثناء ما متى بتتغير يعني أقول لي إيه التحديات اللي قابلتك؟ قبل ما تغير كان النظارات الناس أصلا ليه كشخص اللي رفضين سلوكك؟ رفضين سلوكي وكشخص رفضيناك كشخص آه كشخص أعام دماء تمام أثناء ما أتغير أثناء ما مم وبابا في البيت كانوا إيه أخبار كانوا كويسين قابلينك عادي بس رفضين سلوكي ممتاز جدا وده اللي أنا بنبه عليها جماعة حبنرفض السلوك ما بنرفضش الشخص ما فيش أبدا حاجة اسمها ابني وحش لأ ابني كويس بيعمل حاجة وحش فإحنا بنقبل ابننا ده وبنغير من سلوكه الوحش أكمل بقى أثناء ما هتغير كان فيه حاقدين كتير يعني حاقدين مش هتوصل مش هتكمل دول موجودين معنا على فكرة آه منواخد بالي لو مش موجودين ما بنبقاش مبسطين آه منواخد بالي آه منواخد بالي هم اللي بيدونا دافع الملح هم اللي بيدونا دافع هم اللي بيدونا دافع فهما برضو حتى كانت نظرات الناس برضو ليا في أثناء ما أنا كنت كنت بتتغير بقى بتتغير في أثناء نظرات الناس كانت اللي هي إيه مش هتكمل بيشدوك لتحت آه مش هتكمل آه أنا كنت بجرى يعني بجرى الشخص مثلا اللي جدام اللي هو مثلا النواجف جدام بيكلم آه مش حابب تمام بعد ما اتغيرت بجمل المعجبين بتوى بقوا معجبين ودي يا جماعة أزمة حقيقية والله عظيم فعلاً موجودة في المجتمع بشكل جامع متفشية فيه اللي هو إيه ما بيسلموش على حد غير بعد ما يبقى رقم واحد ما بيسقفوش لحد غير لما يبقى رقم واحد طب ليه ما بتسقفوش وهو رايح لرقم واحد دي عشان تشجعوه وتخليه يوصل بشكل أسرع بشكل أحسن بشكل أفضل يعني ليه ليه دايما مستنيين لما البطل يطلع والناس كلها تشوفوا ويبقى الناس بتكرموا بعد كان يقول ما شاء الله عليه ده إنسان عظيم طب كن فين من زمان ما احنا كنا ممكن نشجعه ونزقه ليه دايما بنحقد على بعض ونضايق بعض ليه ما بنشوف واحد من وسط صحابنا مثلا بطل سجاير فعلتول نبدأ نعمل ايه بقى ايه عم انت اسلامي صح ايه عم انت تدينت ايه عم انت مشاهم صح هو ده المنتشر في المكتب صح ونبدأ بقى نحنا نحبط فيه ونضايق لأنت مش هتوصل لأنت مش هتبقى حاجة كويسة لأنت هتفضل زي ما انت طب ليه ولما يبقى رقم واحد بقى نجري على طول على طول كده جنبه بقى صح فعلان ماشاء الله ده صح بحبيبي ده عشرة عمري عشرة عمرك فيه ما شفتكش قبل كده صح فعلان اه سبحان الله مصطفى احنا حابين يعني كابتن محمود هو القضوة بتاعتنا وكده احنا حابين نعمل ايه بقى او ننصح اللي زينا وفي سننا بايه وحابين نعمل ايه لما نبقى زي كابتن محمود هنعمل زي ما هو بيعمل كده وبيضرب الناس وبساعدها ولا هنعمل ايه اه عيرلا يعني المحتاج مساعدة فيه ناس كتير يعني فيه ناس احبطوها كان نفسهم يبقى حية والناس احبطتها هذه المشكلة فيش حد ما يعني ما فيش ايه والناس اللي وجاش عندها ثقة دي خالص يعني حابين نحن نساعد مثلا الناس اللي عاوزوا تطلع ومراجاش حد يساعدها فيه ناس كتير جاواعوا عاوزوا مساعد عشان تطلع وتبقى حية يعني واحنا عشان خاطر مصطفى عشان خاطر نداء وده من البرنامج بنقول ان احنا بنساعد كل للناس اللي نفسها تطلع وتوصل ونفسها ان حد يدعمها ويشجعها انا بشجع الكل وبدعمه احنا معانا ابطالها هي جميلة من سهاج يعني صح دي مش سهاج دي في الاواخر خالص اخر حتة في البلد صح لا لسا يعني في الاواخر من ضمن الاواخر وعندنا محمود برضو من الاليوبية من شوبر بابا بالتحديد شوبر تحديدا شوبر بخير فعندنا الناس من كل حتة يا جماعة بنشجعهم وندعمهم واللي لفت نظري كمان في كابتن محمود باسم الله ما شاء الله عليه يعني ربنا يا ربي يكرمه ويكمل في المشوار ده ان هو بينق الناس اللي فعلا محتاجها لمساعدة وبيستعدها بشكل قوي وفعال وعمره ما بيتأخر عن حد وده شيء جميل جدا شيء جميل جدا كابتن محمود كل الناس اللي كانت معاك في الفيديو انا شفتهم صغيرين وكبار وفيقات عمرية مختلفة انا بحب ان ان ادري بشياب الصغيرة قبل الكبيرة يعني تلحقوا اه الحقوا قبل ما يطلع باجا وحد يعني روح واخده باجا سجاير وكده ومخدرته مش عارفه ويضيق فيه ناس كتير بعارفها عندها مثلا حوالي 15 سنة بيتولع اللي بتاع ده السي اللي بيشربوه ده الحشيش ومش عارفها هو لنا انت اسم حشيش؟ الحشيش كله ما تلع اسم حشيش انا بيشربو ده اه طبع هو ده مع يعني ناس كتير بحب اخد الفئة ده الله هو ده 15 سنة مش بيشربوه ده 15 سنة بيبيعوه كمان انت تعرفش انت المعلومات دي بقى الحمد لله نكمل معلومات بعد الحمد لله للأسف فالن يا جماعة احنا محتاجين ان احنا ندعمهم يعني كابتن محمود بيعمل اللي يقدر عليه ان هو بيعمل ده في محيط المكان اللي هو فيه اه انا بعمل ده من خلال برنامجي محمود هيعمل ده من خلال محيط اصدقاء ان هو بدأ دلوقتي يشدهم للاتجاه السليم ودي برضو حاجة مميزة جدا فيه ان هو من انجحش الواحده او ما تغيرش الواحده وساب الباقي لهو بيحاول ان يكون دافع للاخرين من هما تغير طبعا احنا عارفين احنا بنغيرش حتى دافش انسان بيغير انسان ولكن هو بيحاول يكون يتدافع لتغيير الاخرين وهو ايه محمود حامد المميز الجميل انا بقول لكم انا ده اشرة عمري وانسان بحبه جدا فالشباية الجميل اللي بيحاولوا بيساعدوا دول وبرنامجنا اللي بيحاولوا يساعد محتاجين انتو كمان بقى تساعدونا احنا كلنا يعني انا عايز كنتو تساعدوني ابو ام ساعدوا ابنكم ادعموه شجعوه مدرس شاف ان فيه طالب كويس مميز ادعموه شجعوه اقول له كلمة لله لو احنا قرأنا تاريخ عباس العقاد هنلاقي ان اللي خلاه عباس العقاد طبعا عارفينه ولا ايه ده كاتب رائع يعني كاتب كبير جدا اللي خلاه انه هو بقى عباس العقاد في ام الايام ان فيه حد اسنع عليه وقال له ما شاء الله عليك صراحة دين الايوبي اللي خلاه صراحة دين الايوبي رقم واحد ان بابوه شجعه وقال له هتبقى انت اللي هتحرر فلسطين ناس كتير جدا هنلاقي في تاريخها لما نجي ان احنا ندور هنلاقيهم هم بدأوا وصلوا بكلمة واحدة كلمة تشجيع بس كلمة حقيقية كلمة حقيقية حد قالها ودفعه ومشقدر ان هو يشجعه ويمشي معاه اي موهبة في العالم اي موهبة في العالم ياما بتعيش ياما بتموت ازاي في حاجة اسمها مسلس الموهبة ايه هو مسلس الموهبة ده رقم واحد الموهبة الموهبة نفسها ان انا عندي الموهبة دي قمة الايه المسلس بتاع الموهبة ورقم اتنين بقى في قاعدة المسلس تحت ان احنا عندنا حتة الايه الاسرة او البيت او الاهد انهم يبدأوا يشجعونا ويبدأوا يقولوا لا ابننا فيها مميز فانشجعوا رقم ثلاثة أن المجتمع ده يكون بيرعى الشيء ده يعني مثلا أنا في مكان بيرعى قولة القدم والولد مميز بقولة القدم وأهله بيحبوا قولة القدم الولد ده هيبقى ليونارد وهيبقى ميسي هيبقى ناس من الناس العالمية الممتازة الموسيقى نفس الكلام فإحنا عايزين بقى المجتمع نفسه تكون ثقافته مش التيك توك يا جماعة ومتبقاش ثقافته مش عارف مين المشاهير إيه والمجال زي ما احنا تكلمنا الحلقة اللي فاتت ده كلام فارغ عايزين ثقافة المجتمع نفسها تتغير تبقى الأبطال الناس الجميلة دي تبقى الناس الصغيرة الشباب اللي هما فعلا ممكن لما يكمله يخلوا المجتمع ده حاجة يسيبه أثر وعلم فأنا نفسي ده فعلا نكون موجود المجتمع نفسه ثقافته تتغير أب و أم في البيت ثقافتهم تتغير إحنا كلنا هنكون ناجحين بإذن الله و هنقدر المهيبة دي تعيش و ما تموتش وكان فيه فيديو تاني كده ليك برضو نعارده و انت بتتمرن نعرتك على الفيديو أثناء تدريب كابتن محمود انت كنت هنا فين بقى كنت في حتة جنبنا كده جنبكو فين مانتبسك لي ما انا معرفش في سواج تحديد في الحية الكوسر حتة هناك عندكو في السواج انت تتتمرن لوحدك اللي أكن معايا واحد صاحبي يعني بيصورني بيصورك بس انت اللي بتتمرن بالشكل الجميل اللي انا شايفه ده تدريب بقى كنت تقريبا إمتى ده من حوالي 20 يوم كده انت مستمرن في تدريبك برغم انت دلقتي بقيت بتدرب الأجبال الصغرين والولادة الصغرين مستمرن في تدريب طي فيه بتوله قريب أو فيه حاجة قريبة ربنا بعت لسه الاتحاد نفتح شوية لسه عشان نبوع الكورونا ربنا يكرمنا يا رب وتتزاحل هم الغمة دي خالص طيب كابتن مصطفى بقى باعتور ما سيكون حابب تقول ايه للناس وللمجتمع وللشباب تلت حاجات الشباب يعني الشباب يحاولوا استغلوا وقتهم يعني في الفترة في الفترة دي فيه أوقات فراغ يحاولوا استغلوها في اللي يفيدهم في اللي يحسن منهم في المستقبل خواس جدا بس نقول ايه المجتمع بقى يعني نطلب ايه من المجتمع يحاولوا ساعدوا ابناءهم مش هو ايه يعني كأمه قبل كأصحاب حاولوا ساعدوا صديقهم يعني كلمة حلوة برضو انت مو أبواط الجيد كانوا يساعدوك اوه الحمد لله معي با معي الحمد لله من الأول يعني وكل الحقيقة فضل ربنا وفضلهم طبعا فضل كابتن محمود بنا يكلمون وواه ان شاء الله رقم ثلاثة بقى رسالا مين؟ قلنا المجتمع صح؟ قلنا المجتمع والشباب ومين رقم ثلاثة؟ شارف صراحة قلت ثلاثة رقم فيه قلنا المجتمع والايه؟ والأهل والشباب والشباب انت وجهت المجتمع والأهل مع بعض صح؟ اختصر المجتمع نوجه احنا بقى يا كابتن محمود للناس نوجه للناس اني زي ما جال الناس كلها بقى يعني الناس كلها بصفة عامة بصفة عامة اني فعلا يستغلوا وقتهم في حية كويسة لو حية فيها واحد في المية افادة يستغلوا وقتهم ميروحوش الحيات سلبية ميروحوش الحيات سلبية نهائي خليهم في حية يعني لو فيه اي حية الجانب المظلم ميروحوش الجانب المظلم نهائي يعني اللي هو زي المخدرات اه تمام لو اي حية فيها واحد في المية افادة وشايف موهبته فيها كمل فيها كمل فيها محمود حامد بقى الرائع اللي انا بحبه زي ما اتفقنا يقول ايه بقى أنا المرهقي المرهقي قايف قدامك وجايلك كده تنصحه بايه؟ انت بقى من سنه وقريب منه صاحبه عاوز انصحه بس نصيحة ان هو ميروحش اي حتة او اي حاجة عشان صاحبه يعني مثلا ما يقلتش صاحبه عشان هو بيشرب سجاية ما يقلدوش عشان حاجة ما يبقاش مقود يعني اه بالضبط لو هيبقى هو حتى صاحب نفسه الوحيد او هيصاحب قطه بس هيبقى احسن له من هو صاحب واحد او مجموعة بتوديه لحتة مش كويسة او بتوديه لطريق مش كويسة ولازم يتغير ولازم يبص القدام ويبص قدام انا بعد خمس سنين هكون فين بالحال اللي انا فيه ده طب لازم اتغير اتغير ازاي ألعب رياضة اشتغل على نفسي مش لازم الزون كلها تتحط مثلا في الجن بس ربو عليه حمتاز احنا ممكن تتحط مثلا في السكواش ممكن تتحط في الروح مش كورة القدم بس برضو عشان من الوقت كل الال لازم ألعب كورة قدم و لازم أبقى محمد صلح يبقى البلد ظلمتنا ويبقى البلد فيها كويسة لا 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 خالص في الريشة في الكلام ده فيه فيه العب كتير جدا وفيه فرص كتيرة للشباب والله والإنسان برضو مش رياضة بس يعني هو الإنسان رياضة وثقافة وعلم وقراءة صح كده انا بكون ايه جوانب الشخصية بشكل كامل فأنا يعني عاوزت شباب تبص مش تبص بس على الحاجات اللي هي ايه المعتادة يعني مثلا الكورة و كامل الأجسام بس هم دول معارفين في مصر بالأسف قدلوقتي كمان أجسام ده برضو لسه ظاهر بالضبط لسه ظاهر بالضبط كورة هي المنتشر طب نبص بقى على الحاجات التانية يعني نبص على الرياضات التانية نبتج نشوف الرياضات اللي ممكن تيبقى فيها كويس مثلا زي البوكس يعني ننصح بقى الناس احنا دلوقتي لنصيحة الكابتن محمود الجميل ان احنا نكون بنبص لكل الرياضات نبص للثقافة نبص كل الكلام دوت وكل الأهالي في البيوت زي ما احنا اتفقنا يشجع ولادهم اتفقنا انا النفسي طبعا اكمل معاكم ووقت بس وقت برنامجنا خلص فاحنا هنشوفكم بإذن الله يوم السبت اللي جاي الساعة تلاتة ونص برنامج جيلي شرف شكرا